مجزء لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل عشر حالات إصابة جديدة مؤكدة وكذلك تسجيل ثلاث حالات وفاة لإصابات معلن عنها مسبقا بالإضافة إلى تسجيل خمسة عشر حالة تعاف وشفاء وبهذا يصل إيمالي عدد الحالات التراكمية المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في بلادنا إلى تسعمائة وتسعة عشر حالة إصابة مؤكدة بينها مئتان وإحدى وخمسون حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي مئتان وثمانية وثمانون حالة تعافي حتى الآن في الأخبار الميدانية شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوث الإنقلابية في جبهة نجد العتق بمدرية نهم شرق صنعاء وقال مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة خاضوا معارك ضد الميليشيات الإنقلابية تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأضاف المصدر أن الهجوم تزامن مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق وأسفرت عن تدمير عربة بي ام بي وعدد من الآليات كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثي الإرهابية في سلسلة جبال صلب ومنطقة الجفراء القريبة من مفرق الجوف وأسفل القصف عن قتل وجرح من الميليشيات وتدمير آليات ومعددات قتل ما لا يقل عن 117 عنصرا من ميليشيات الانقلاب الحوثية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مدرية ردمان بمحافظة البيضاء وقالت مصادر عسكرية قوات الجيش الوطني والقبائل حققت تقدمات ملحوظة والسيطرة على مواقع استراتيجية في مدرية ردمان وأكد المصدر أن قوات الجيش استعادت جبل الدومان الاستراتيجي في مدرية ردمان وتمكنت من تحرير الفالق وما حولها بعد أقل من ساعات على سقوطهم بيد ميليشيات الحوثي الانقلابية وأضاف المصدر أن المواجهات أسفلت عن مقتل 117 حوثيا بينهم قيادات وجرحى العشرات وإحراق عدد من الأطقم العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي أكد مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة خاضتها وحدات من القوات المشتركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية إثر شنها هجوما واسعا على مواقعها في الحرة وحبيل يحيى شمال شرق مدرية الحشاج جنوب غرب مدينة الفاخر الواقعة غرب مدرية قعطبة وهاجمت الميليشيات تحت غطاء ناري من سلاح المدفعية والعربات القتالية ومن المدافع الرشاشة في مواجهات شرسة استمرت لقرابة ثلاث ساعات وسقط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين فيما لاذا البقية بالفرار تحت وقع ضربات دقيقة لوحدة مدفعية القوات المشتركة احترقت مزرعة مواطن بمدرية التحيط جنوب محافظة الحديدة جراء سقوط قذائف حوثية داخلها ما أدى إلى اشتعال النيران والتهمت كل المحاصيل ووثق مقطع مصور احتراق مزرعة مواطن في التحيط بمحافظة الحديدة بسبب استهداف ميليشيات الحوثي المتعمد لمزارع المواطنين في المدرية وكشفت اللقطات عن احتراق أجزاء من مزرعة يمتلكها المواطن ناصر دعدع وحولتها النيران إلى أرض مليئة بالقش وفقدانها القدرة على الانتاج وشكل أهالي في المدرية عن تعرضهم لانتهاكات بشعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال القصف الإرهابي اليومي على الأحياء السكنية أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على مقتل مواطن من أبناء قبيلة الغنين بمدرية الشرية في محافظة البيضاء بعد أن أطلقت الرصاص عليه في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها وقالت مصادر محلية أن المواطن صالح أحمد محمد جار الله المنصوري قتل برصاص عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزين في نقطة المعهد المهني بمنطقة الخوعة بمدرية السوادية أثناء مروره منها على متن سيارته وتمارس ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكات واسعة بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم في محافظة البيضاء وصلنا إلى نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية إلى اللقاء